موسيقى السلام عليكم المرسلين محمد واله طيبين الطاهرين لو في أب عنده أكثر من واحد يعني اثنية ثلاثة أربعة خمسة على جهاز واحد تقدر تستخلي يستخدم حق منصف مدرستي جهاز واحد بس كنهن مطلوب عليك مطلوب عليك ماوس وكيبورد وشاشة وكل واحد سموها طيب هذا بس الكيس واحد فقط لغين والطريقة شذو بدون أي برامج بدون أي حاجة بدون تشبك جميع الأجهزة ماوس اثنين موس ها؟ هادان عندي اثنين تشبك جميع الأجهزة بمجرد ما يروح يشقل يعني تشبك جميع الأجهزة الشاشة الكيبورد والماوس والسماعات اذا رحت انت شقلتهم شقلت الموقع عليك انك تنزل اكثر من متصفح كروم شوف انا نزل اكثر من متصفح وما الويندوز وما الكروم بس اجرب عليهم الان اشقل هنا واشقل هنا بس شنه المطلوب علي اروح اعدادات اضبط على السماعة الموجودة وابولنا فتح اعدادات الصوت بيفتح عندك كده فتح اعدادات الصوت بيخل اساسي تتفين بيفتح عندك شنه اعدادات الصوت بعدها شنه اروح بعد اعدادات الصوت اختار اكتب هنا في العثور على الصوت خلاص اعدادات الصوت بيفتح عندي هذا لمجرد ما يفتح عندي هذا شفت ان تحت خيارات الصوت المتقدمة افغط عليها يبين لك اي تطبيق وهو شقال علي فرضا هذي السماعة هان بخليها تشتغل على مال ميكروسوفت السماعة الثانية السماعة الثانية الان مش موجود ميكروسوفت السماعة الثانية هذي الازرق خليناهم السماعة الثانية بمجرد ما اشقل الان اشقل بمجرد ما اشقل يبين ليهم اغير فقط اغير اختار اسم السماعة اللي شبكته اذا اخترت اسم السماعة اللي شبكته انا اختار هذه الآن هذا الصوت الميكروسوفت اللي شقال يسمع هذا السماعة اللي فيه مايت ميكروسوفت يسمع السماعة الثانية مايت ميكروسوفت يسمع السماعة الثانية مايت كروم يسمع الخفطة ونفس الشيء حق اعدادات اخراج الصوت واحد اعدادات افراج الصوت واحد اعدادات ادخال الصوت تحدد اي متصفح يتصفح عليه وهذا طبعا شبكية الشاشات فيه كذا مقطع في الفيديو باليوتيوب يشرح لك كيفية شبكية الشاشات سهلة جدا جدا بمجرد ما يفتح هذا بمجرد ما يفتح هذا اخذ انت هذه الصفحة وارسلها الى الشاشة الثانية هاذا شو يسوي بيتعامل ويا الشاشة الثانية حط لها الكيبورد وحط لها الماوس هو بيتعامل مع شاشته بدون اية برامج بدون اية برامج هذا وصل الله على محمد والي الطيبين الطاهرين